الله يسلمك يا ستناصرة كنت فين لحد دلوقت؟ كنت بهاوي على روحي من كف مبارح شرطك طلعت اللي هيا جوازت ميسا حتقيدها البنار اهي قادت ياخدي بس ما طالتش جرع بيتي لفندي عايز يصغرني في السوق يا ناصرة ويعني لو البت كانت باتت في فرشتك كان حيكبرك ما انت عارف ان دا حيحصل كده كده ولا عمره كان حيحصل كان حيهر قلبه بس ويخلي سرته في كل لسان ولا كان حيقدر يؤمر ولا يؤبر اي حد في السوق طب اهت ايه دا يا معلم شو اهو بنت ليه وبنت ليه ولي نفسه طويل بقى في الاخر هو اللي هيقش حاسبها ازاي بس يا ستنستان حاسبها ازاي قرش رايح وقرش لا يعني لا لو على القرش عندنا اللي لو كاننا ما يخلص انما دا اسم يا ناصرة اللي عايش بي فوق الخلب وبعد ما موت حيفضل فوق الخلب طول طول عمر لك يا معلم اسمع مني لا اسمعي مني انت بقى المرة دي احنا لازم مني يخلص ونشوف لها انا اياه قلتا وانت بحضر لي حاجة بديدة ولا اياه حيحصل وحياتك لدفن وصاحب اي باياه لا اياه وحاك تقيل عقلك احنا اتفقنا نقهر قلبه ونجيب رقابته تحت رجليه بس ما اتفقش نخلص عليها بس ما اتفقش نخلص عليها همه كل وقته لها دين يبقى تصم ودنك عني وتسمع عني بقى لو كره بحب يبقى حنفد معنا حب نضرب ومره وقليل لحد ما نوجع قلبه وهي العيش بقى اهرى ولا رمي انت بتطربه يا لهوي سافر فيه وازاي يعمل حاجة زي دي من غير ماشوركه كده برضه يا احمد توجع البنا عليك ولما هوا سفر يا اخوي البوليس اللي اجيه خدك ده كان عايز ايه اخوي كده شاكله سافر طلع باسبور ومتو على الهجرة الشمال احمد يا حاول الله يا رب ليه بس كده انت لازم تتصرف يا سيد لازم تعرف احمد فين ولازم تجيبه من الهدوية اختي حيتصرف ان شاء الله انت هيتصرف انت احنا قاعدين وبصين لبعض ومش عارفين هو بيأكل ولا بيشرب ولا بينام فين ولا فانهي بقى لاتحط اخوي لو جراله حاجة هيبقى زنبه في رقبتنا كلنا هتلاه اخوي يا سيد ليه احنا عملنا له ايه ضربناه على ايده ولا قلنا لقد فشو ضاع مستقبالك اه كلنا ضربناه بس على قلبه ومش على ايده لما خلناه يبعد عن البنت الوحيدة اللي حبها في حياته وانت يا سيد هنته اه انت قدامنا قدام نفسه كمان لما خليته يطلق انت قسرته يا سيد كفاية بقى كلام كفاية ما بالروحة بقى يا اختي ما اخوه برضو زي ما هو اخوكي اخوه؟ ولما هو اخوه مش عايز تتصرف ليه سيد انت لو مش هتتتصرف فانا هروح لنصرة وهي اكيد هتعرف تتصرف نصرة لا نصرة ولا غيرها عارف يجبوه وكفاية كلام بقى انا مش ناقص اخوه هو فين؟ هو انت يا سيد عارف هو فين مش عايز تقوله اخوكي في داعش رتحتي موسيقى الله الله الشبح المصري سيد بخارس انت وحشني بزاف والله وانت كمان وحشن يا صاحب بسمع انا عايزك مواسلح وقدي عايز بداعج جديد ايه؟ لا أخوي أحمد اللي حكيت لك عنه زمان قلب عقله وميشي ورا ولاد الحرارة لحد مرام عبدو داعش داعش؟ بتحقيقات بوخاريس ده حصل؟ أيوة حصل اللي أمن باللغن إنه هو طلقت من لبنان على الحدود مع سوريا ما قلش حاجة تانية ولازم عارف مكانه فين بالزبط ليك سكة؟ كلي حاجة وليها سكة ودا بحط رجله من لبنان هشوب لك خط سيره بس في الإنجاز مفيش وقت تبريد أول ما وصل لحاجة حكلمك اتطمت ماشي يا صاحب بالسريع أملت كده ليه يا حمد؟ ما أقول؟ أخوي أنا؟ الدكتور أحمد؟ اللي الكل كان بيحكي ويدحكي عن أدب وشطرته؟ يروح مع بتوع داعش؟ مين يصدق الكلام ده؟ الوقت كان شال في نفسه كتير في الدليل يكتن فروح لحد ما أزاله استعدي بالله يا رحيم ودعي له إن ربنا يرد العقل ونهبه بالله بس درما روحه في النار بقديه أحمد حصل له كتير الكل جيه عليه لما غلط مش بس كده بحط اللي حبها قصرته يقوم يعمل كده؟ مهما كان اللي حصل هو بيعقبنا يعني ولا بيعقب نفسه ما كلنا الدنيا جات علينا وداست قدينا صبرين ومكملين ومستحملين ليه يعمل كده؟ ليه؟ استعد بالله يا بيت ربك كبير وبيقف مع الغلاب يا رب طمينا بقلي حاجة حلوة يا رب طمينا بقلي حاجة حلوة رحاب رحاب طب خلص معه وكلمني دي الله سلامة ممكن بقى تسهي وضايلك شوية طب والشغل انا الشغل اقولك ايه اتكلم ده مفعلش هنا انا انا ممكنك لايش شوف دماغك ودي لك لفين انا مفكرتش في كده خالص شكلك كده النهاردة دماغك ريئة ومزاجك في العلالي ام عشان معيك وحسن لك بتاعي لوحد واي حاجة عطلبها منك هتنفي زيلي ايدي صغيرة منك يبقى خريصة مفيش حد بطلب الحد ايدي يا جبالي احنا غير اي حاجة احنا بنحبه بعض احنا بنحبه بعض نفسي البابي منك ايه انا فهمها غلط مبتحبنيش مفيش حد بيحب حد قد نفسه فوايا كده ارصح صاحي بعشان ريئة اشتغل تاني دي قصاد دي تحرمني منها حرمك منها ام انت بتضحك لي مش مصدق اني ممكن را تدعك زي ما كنت انا مش بضحك عشان كده عشان تتنسيه خالص ده برق ايدك انا بتحك على موضوع البيبي وان انت عندك بعيال وكده يا ريا موجة هو انت فاكرة نطرحي في الدنيا ولا اكمل الاسم واسم ابويا مكري بقى من بطنك لا ده انت لو اخر واحدة في الدنيا مش هعمل كده انت بتقول لي انا الكلام ده اها بقولك انت الكلام ده عشان تفوقي ما الواجع ساعات بيصحصح هو انت فاكرة لو جبت عيل مني ولا من غيري العيل ده لو طلع في الدنيا ولا ام موجة الشاي بهايعمل ايه ولا انت عملت ايه كويس في حياتك عشان يبقى عندك عايش عملتك عملتك وانت ولا حاجة كبرتك وخليتك في السوق وكان ممكن اخلص عليك زي كتير قابلك عملت مين انا محدش عمالي لا انت ولا اللي فوقك انتوا صحتوا من النوم لقتوني في الشوق ولا انت انسيتي ما تتجننش ابو خريس انت اللي ما تتجننش وتخليها تهب منك اسمع الناهي محدش فينا ينفع يبقى عنده عيال عشان اللي عملنا في الناس ما يطلعش على عيال روحاتك ده صورت بنتك وبص عليها كويس وفتكري لما كانت في حضن الجرالها ايه وانت ودتيها فين ودتيها تحت التران مش هنعيده تاني ورحبت ابو يا حسن اشتركوا في القناة